بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان الطلبة سندرس في هذه الوحدة طريق التغيير المتحولات أو المتغيرات وهي من الطرق الأساسية في الحساب التكاملي لنشرح هذه النظرين النظرية تكون على الشكل التالي إذا كان U يساوي إلى GX فإن التكامل من A إلى B إلى FGX في G شرطة XBDX يساوي إلى التكامل من جيل A إلى جيل B إلى FUBDU متى إذا درسنا سابقا أن هناك طريقتان أولا طريقة الخواص الخواص وهي سلاسة خواص جمع طرح وأخراج السابق الطريقة الثانية هي طريقة إعادة الكتابة للدالة المستكملة إذا كانت إعادة الكتابة تؤدي إلى شيء مفيد ثالث طريقة هي طريقة تغيير المتحولات أو أنا بسميها تغيير الأسماء كيف أو متى نتبع هذه الطريقة إذا كان عندي دالة هي عبارة عن حاصل تحصيل دالتين أي إذا كانت عندي F هذه دالة أولى وفي داخلها دالة أخرى جيل X فهنا في مثل هذه الحالة وأسعى إلى أن أجري تغييرا في الأسماء بحيث أجعل بدل ما يكون عندي دالتين أجعلهم دالة واحدة فإذا سميت هنا U هي GX فأصبحت عندي F في U F في U هي دالة واحدة يمكن التعامل معها إذا تستخدم طريقة تغيير الأسماء في حالة كون لدي دالة وتحوي في داخلها دالة أخرى أي حاصل تحصيل دالتين أي هي عبارة عن F دائرة GX في هذه الحالة أستخدم طريقة تحويل الأسماء وأحاول أن أغير اسم الدالة الداخلية هنا هناك ملاحظة أنه عند تغيير الأسماء يجب تغيير جميع الأسماء فإذا غيرنا هون غيرنا الجي الأكس سميناها U الجي شرطة X بدي X طبعا إذا اليو هي جي أكس إذا اشتققنا طرفي هذه العلاقة فإن مشتق اليو هي يو شرطة تساوي إلى مشتق الجي هي جي شرطة X لكن أخذنا في المية واحد اليو شرطة يمكن كتابة دي يو على دي أكس الآن لو ضربنا طرفي هذه المساوى بدي اكس فنحصل على أن دي يو ما هو إلا جي شرطة X مضروبا بدي اكس إذن فإن جي شرطة X بدي اكس ما هو إلا دي يو نعوضه هنا الآن هذه الأسماء الداخلية إذن هذا أصبح اسمه يو وهذا أصبح اسمه دي يو الآن الأي والبي هي تابعة لإيكس الآن أصبح عندي متحول جديد اسمه يو يجب أن نغير الأسماء لحدود التكامل إلى الإسم الجديد فإذا كان الإكس اسمه A والإكس اسمه B فإنه بتغيير الأسماء اليو هي GX الـ XE هي A فتصبح جيل A والـ U هي B فيصبح إلى جيل B إذن هذه هي الملاحظة الأساسية إذن عند تغيير الأسماء يجب إعادة تغيير الأسماء كلها الداخلية والخارجية فعلى سبيل المثال الآن إذا طلب مني أحسق قيمة التكامل التاليم 2 إلى 10 إلى 3 على تحت الجزر إن هذا التكامل من الواضح أنه تكامل محدد ليس عندي الخواص طريقة الخواص مستحيل أن نطبق لأنه العملية قسمة طريقة إعادة الكتابة غير مفيدة هنا إذن ليس لدي غير طريقة تغيير الأسماء ولكن هل هناك دالة في فئة دالة أخرى؟ نعم الجزر هو دالة وكثيرة الحدود 5X-1 هي دالة أخرى هاتين الدالتين تحصيلهم مع بعض يعطيني الدالة جزر 5X إذن فقلنا نحن نأخذ الدالة الداخلية من هي الدالة الداخلية؟ الدالة الداخلية هي 5X-1 فلو ذهبنا إلى هنا وسمينا الـU هي 5X-1 عند إذن من هنا لو اشتققنا الطرفين الـDU يساوي 5DX 5DX أنا دائما من السوابت بحاول أنقلها لعند الـU فمن أجل أن أتخلص من الخمسة بقسم الطرفين على خمسة معناته 5DU هو عبارة عن DX الآن غيرنا الأسماء الداخلية يعني نغير الأسماء الخارجية الـX تتحول بين 2 والـ10 إذا جينا لهون حطينا 5 في 2 ناقص 1 5 في 2 10 راح 1 يساوي إلى 9 إذن الـ2 بتصير في التسعة الآن العشرة 5 ضرب 10 ناقص 1 5 في 10 50 راح 1 يساوي إلى 49 إذن الخمسة أو العشرة هذه تصبح 49 فيصبح التكامل من 9 إلى 49 ثلاثة بدل الـDX أنا منحط DU على خمسة بدل الداخلية منحط جزر الـU فالآن نطبق الخواص 3 على خمسة يمكن إخراجها خارج رمس التكامل DU على جزر الـU جزر الـU يكتب على شكل قوة لو أعدنا الكتابة وطلعنا إلى الأعلى يصبح U السالب نص بـDU تكامل U السالب نص هي U السالب نص زائد 1 تأسيم سالب نص زائد 1 فنحصل على العلاقة التالية نعوض الآن كل U بـ 49 ومرة U بـ 9 فنحصل على جزر الـ 49 نائز 9 ويساوي 24 على خمسة ناخد مثال آخر لو قال لي احسب قيمة التكامل التالي تكامل صفر للـPi على أربعة لهذه لو طلعنا هنا العملية بين الدالتين القوس ضرب كوسين هي عملية جداء إذن ليست جمع وطرح إذن طريقة الخواص مستحيلة إعادة الكتابة يمكن أن أطبقها ولكن لن تكون مفيدة بالقدر الكافي لو كانت الأس هذه أكبر من ذلك إذن أحاول في طريقة تغيير الأسماء خاصة أن لدي دالة محتوات في ألب دالة أخرى عندي 1 زائد ساين 2 إكس موجودة داخل الدالة التكعيبية فمعنى ذلك يمكن أحاول في طريقة تغيير الأسماء فلو أخذنا الدالة الداخلية اليو تساوي 1 زائد ساين 2 إكس فالديو من هنا تساوي إلى مشتقل 1 صفر مشتقل ساين طبعا هدول دالتين يمكن اشتقاقها حسب السلسلة نشتقل خارجية الخارجية الساين مشتقة هو كوساين دون أن نمس الداخلية ومشتقة الدالة الداخلية يعني مشتقة 2 إكس هي 2 بديل إكس قلت دائما وأبدا إلي عادة أن أتخلص من السابت الموجود هنا وذلك بعملية القسمة فنحصل على نصف دي يو يساوي إلى كوساين 2 إكس بدي إكس لأن أأتي إلى إذن هذه الأسماء الداخلية كلها غيرتها يجب أن أغير الأسماء الخارجية الأسماء الخارجية الإكس هي صفر والإكس هي باي على 2 باي على أربعة هذا يؤدي أن اليو هي واحد زائد ساين 2 ضرب صفر واليو هي واحد زائد ساين 2 ضرب باي على أربعة 2 ضرب صفر صفر وصين الصفر صفر صفر زائد واحد يساوي إلى الواحد هنا 2 مع باي على أربعة بتختصر بصير باي على 2 صين للباي على 2 هي واحد واحد زائد واحد يساوي 2 إذن لما صفر بتصير واحد ولما الباي على أربعة بتصير اثنين ويصبح التكامل من الشكل التالي من واحد إلى اثنين لو جينا بدلها يحطينا يو صارت الدالة تنهي دالة واحدة يو تكعيب وهذا هو النصف النصف يمكن إخراج بدي يو لأن يو تكعيب تكاملها على قاعدة القوة يو أس أربعة على أربعة من واحد إلى اثنين وهذا يساوي إلى أربعة عشر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد